يمكن القول بأن الهدوء نسبياً بالطبع الهدوء الحذر عاد إلى مناطق الجليل والجليل الأعلى بعد صلية ورشقة كبيرة من الصواريخ التي أطلقها حزب الله صباح هذا اليوم قبل قليل أيضاً أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بأن كل الأوامر التي أعطتها لسكان الجليل الأعلى إلى جانب الأماكن الآمنة يمكن العودة إلى الروتين بالطبع الروتين تحت هذا التصعيد ولكن يمكن أن يعودوا إلى حياتهم الطبيعية هذا يعني بأن إسرائيل تعتقد بأن حزب الله استنفد رده على الهجوم الذي نفذته بالأمس إسرائيل في منطقة النبطية في قرية الرمان في النبطية وبالتالي يعني بعد كل هذه الصواريخ تقول إسرائيل يمكن الآن العودة إلى روتين الحياة في الجليل الأعلى بعد أن كانت قد حذرت سكان العديد من البلدات بمن فيهم بلدات غير مخلى بالبقاء قرب الأماكن الآمنة إذن الآن هناك هدوء حذر فرق الإطفاء والإنقاذ تقول بأن هناك ستة فرق تعمل على إخماد حريق اشتعل في منطقة عميعات شمال مدينة طبرية كانت قد اشتعلت في المنطقة النيران جراء الشظايا وأيضا سقوط الصواريخ وفق مقالة فرق الإطفاء أيضا شرطة الشرطة الإسرائيلية تقول بأن خبراء المتفجرات أيضا يتواجدون في عدة مناطق من أجل فحص الشظايا خوفا من أن يكون هناك مواد متفجرة لم تنفجر حتى هذه اللحظة الأنباء الرسمية الإسرائيلية تؤكد أنه لم يكن هناك إصابات في هذه المنطقة يبدو بأن حزب الله استهدف معسكر إسرائيل لمتواجد غرب مدينة طبرية كنا قد رأينا فيديو تتصاعد فيه أعمدة الدخان ولكن بالطبع نتحدث عن دقائق كان فيها تصعيد كبير نحن نتحدث خلال دقائق كان هناك صافرات انذار في أكثر من 15 بلدة إسرائيلية من المناطق المحاذية للحدود في الجليل الأعلى وحتى شمال طبرية أين نتحدث عن كيلومترات عديدة ليس فقط مناطق خط المواجهة المحاذية للحدود اللبنانية خلال دقائق 35 صاروخا أطلق من لبنان نحو مناطق واسعة في الشمال وصلت حتى حدود مدينة طبرية قبل ذلك أيضا وفق بيان جيش الاحتلال صباح اليوم أيضا كان اطلاق في الساعة الثامنة تحديدا الثامنة وسبعة عشر دقيقة كان أيضا اطلاق عشرين قذيفة صاروخية من لبنان اعترض بعضها ما سقط من القذائف الصاروخية وفق البيانات الرسمية لجيش الاحتلال كان قد سقط في مناطق مفتوحة ولا وقوع لإصابات اسرائيل قالت انها استهدفت كل المنصات الصاروخية التي اطلقت منها هذه الصواريخ اليوم نحو الجليل وايضا التي اطلقت منها الصواريخ الليلة امس الى مدينة صفاد اذا نحن نرى بان اسرائيل توسع دائرة الاستهداف في لبنان كذلك حزب الله حين يرد على الاعتداءات الاسرائيلية يوسع دائرة الاستهدافات ويصل الى مناطق اعمق في الجليل وليس فقط الى المناطق المحاذية التي يستهدفها بشكل عام حرب استنزاف الانزلاق نحو حرب اوسع او معركة مفتوحة ليس مستبعدا اصلا هذه هي التقديرات الاسرائيلية التي نسمعها في اليومين الاخيرين فقط اذكر بان جلسة الكابينات التي ستعقد يوم غد سيكون فيها تصويت على ادراج قضية اعادة سكان الشمال الى بيوتهم كهدف من اهداف هذه الحرب هذا يعني بان اسرائيل ستضطر لان تقوم بعمليات لم تقم بها حتى هذه اللحظة على الجبهة الشمالية هوكستين يصل الى اسرائيل يوم الاثنين القادم ربما في محاولة لضبط هذا التصعيد لم تفضلي بالبقاء معنا ايمان ودعيني انتخل لمتابعة هذه المسجدات من الناحية الاخرى من جنوب لبنان كاترين يعني بحسب المعلومات الواردة هنا بان هذه القاعدة التي استهدفها حزب الله بعشرات صواريخ الكاتيوشا وهي العملية الثالثة التي ينفذها اليوم والتي جاءت ردا على استهداف منزل الامس في بلدة كفرمان في النبطية تستهدف للمرة الاولى وهي تبعد عن الحدود اللبنانية حوالي 18 كيلو متر هذا يعني بان عمليات حزب الله هي بالفعل تأخذ منحا داخل الاراضي المحتلة وتتوسع ايضا هجمات حزب الله للمواقع والقواعد العسكرية الموجودة هناك بالامس شهدنا ايضا عمليات تبعد عن الحدود حوالي 12 كيلو متر واليوم 18 كيلو مترا عن حدود الجنوبية اللبنانية هذه العملية الثالثة التي اعلن عنها حزب الله في بيان رسمي اما بالنسبة للاعتداءات الاسرائيلية على قرى الجنوب لم يسجل اي جديد كاترين حتى هذه الساعة القصف الاسرائيلي على عيت الشعب ورامي كان مستمرا قبل حوالي ساعة من الان الغارة الحربية التي استهدفت بلدة ميس الجبل من قبل طائرة مسيرة بحسب المعلومات لا يوجد اصابات جراء هذه الغارة التي استهدفت المنطقة وايضا بلدة كونين التي استهدفها الطيران الحربي خلال ساعات الفجر ايضا لا اصابات فيها انما الامور ما زالت يعني تؤشر بان هذا التصعيد المستمر منذ ايام على الجبهة الجنوبية هو مستمر عمليات حزب الله التي يقوم بها والتي عمليات توصف بالنوعية وهي تستهدف ايضا وليست المرة الاولى التي تستهدف فيها مقرات وقواعد للمرة الاولى شهدنا قبل حوالي شهر او اكثر استهدافات لقواعد وثقنات عسكرية جديدة على الحدود اللبنانية او على المواقع المنتشرة على الحدود اللبنانية وحزب الله يرد على كل الاعتداءات التي يقوم بها الجيش الاسرائيلي ان كان لجهة المنازل منازل المدنيين او القرى الحدودية والتي تقع ايضا خلف الخط الحدودي وايضا هو يرد على الاغتيالات التي يقوم بها الجيش الاسرائيلي بحق مقاتليه وكان اخرها يوم امس في بلدة الاحمدية في القطاع الغربي الذي حيث استهدف منزلا كان يتواجد فيه شخص نعاه حزب الله وايضا ادت هذه الغارة الى اصابة سبعة اشخاص من بينهم اطفال اذا الوضع على الجبهة الجنوبية اللبنانية مازال يأخذ منحا تصاعديا ونحن نرصد كل هذه المواجهات المستمرة ما بين حزب الله واسرائيل على هذه الجبهة اشتركوا في القناة